مرحبا مشاهدين الكرام في هذا الفيديو سنعرض لكم أسمن وأثقل الأشخاص في العالم كيف كانوا في صغرهم وكيف تحولوا إلى هذا الحجم الغير طبيعي لكن قبل أن تشاهدوا ما في الفيديو لا تنسوا شكر الله على الصحة التامة تابعوا معنا هو رجل إنجليزي يبلغ من العمر خمسون عاما وهو الأكثر بدانة في إنجلترا حيث بلغ وزنه 445 كيلو جراما وقد اعتاد أن يتناول 20 ألف سعرة حرارية يوميا وهو ما يقارب من عشرة أضعاف من الكمية الموصبة للبالي لكنه قام بعملية ربط للمعدة وانخفض وزنه إلى 254 كيلو جراما دونا سيمسون هذه السيدة الأمريكية كانت محبة للسنة ولدت عام 1967 وأبدت رغبتها في الحصول على لقب أثمن سيدة في العالم وكان ذلك في عام 2008 وبالفعل حققت هدفها حين وصلت إلى وزن 450 كيلو جراما عام 2010 حتى أنها أسست موقعا على شبكة الإنترنت تتابعه الكثير من محبيها الذين يدعمونها ويدفعونها لها المال من أجل مشاهدتها وهي تأكل غيرت قرارها بعد الإنجاب لتتمكن من رعاية أطفالها وحصلت على لقب أثمن سيدة تنجب طفلا عام 2010 مانويل أوريبي أسقل رجل في المكسيك ولد عام 1965 فقد قدرته على الحركة ومغادرة سريره منذ عام 2001 بسبب وزنه المفرط الذي بلغ 597 كيلو جراما وبعد العمليات الجراحية ومساعدة الأطباء وخبراء التخزية تراجع وزنه بمقدار النصف لكنه توفي عام 2014 وهو يزن 394 كيلو جراما روبرت إيرل هيوز ورجل أمريكي ولد عام 1926 كان وزنه وصل إلى 486 كيلو جراما فكان سبب زيادة وزنه خلنه في الغدة النقامية حيث استغل ضخامته لكسب المال من خلال مشاركته في المهرجانات والعروض الترفيهية توفي عن عمر يناهز الأربع وثلاثون عاما فقط ووضع في دابوت بحجم صندوق البيانو تقريبا عند وفاته تيري سميث الأمريكية تيري سميث تبلغ من الوزن 318 كيلو جراما تلازم الفراش ويساعدها زوجها وابنتها في كل شيء تاري لا تتمكن من الذهاب للطبيب لإيجاد علاج للآلام والصداع الذي تشعر به ولكن عندما أخبرها الأطباء أنه يجب عليها أن تفقد الكثير من وزنها وإلا أنها سوف تموت بدأت بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لجسمها وتتناول طعاما خاليا من الدهون الطفل الروسي البالغ من العمر 11 عاما يعتبر الطفل الأكثر بدانة في العالم ويبلغ وزنه 145 كيلو جراما وكان وزنه طبيعي عند الولادة مثل جميع الأطفال وجدير بالزكر أن الطفل نفسه يرغب فيه أن يصبح بطلا أولمبيا في رياضة المصارعة ويمارس السباحة وكان لبدانته فضلا كبيرا في شهرته في روسيا وظهوره في كثير من البرامج التلفزيونية منها برنامج أطخم الطفل في العالم الشابة المصرية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام وتصدرت حديث الرأي العام لأيام الماضية ونالت تعاطف المصري إيمان تبلغ من العمر وثلاثون عاما ووصل وزنها إلى ما يقارب من 500 كيلو جرام وظلت 25 عاما ملازمة للفراج بسبب وزنها الضخم والذي بسببه سافرت إلى الهند حيث عرض عليها جراح الهندي التكفل الكامل بعلاجها